سيد رائد منتخب إيطاليا ربما يعول عليه لأن يكسر الصورة النمطية التي اعتدنا عليها في السنوات الماضية المنتخب الدفاعي المنتخب الممل نوعا ما على صعيد قرة القدم الجميلة ماذا سيعمل فيك جماهير الإيطالية؟ لا لكن في هذه البطولة أماني غير منشيني هذه الصبغة وأصبح منتخب إيطاليا ممتخب ممتع جدا يقدم كرة قدم رائعة وممتعة ويمكن القول أنه بظهور ما زرعه منشيني يقطف حاليا في هذه البطولة لكن في مباريات صعبة وكبيرة هل سيعود منشيني الاعتماد التكتيك الإيطالي المتوازن بين الدفاع والهجوم؟ أو أنه سيكتفي أو سيواصل طبيعته الهجومية المميزة في البطولة؟ لقد كسر هذا النمط سر له سنتين عم يلعب بهذه الطريقة منشيني ليس جديدا ولكن أثبت المدماك الإضافي الذي وضعه منشيني في هذه البطولة أثبت أنه يستطيع اعتماد هذا النظام الذي إذا بدك تمرنه عليه تحمه فيه بالتصفيات وبالسنتين اللتين مرتا وأثبت ذلك في النهائيات يعني النظام ناجح ما يفعله منشيني جيد جدا ممتاز وهناك دائما توازن لا أرى أنه ليس هناك توازن بين الدفاع والهجوم وإلا لم يفز في المباريات يعني إذا لم يكن هناك توازن يتلقى الدفاع الأهداف ويخسر المباراة أقولها مجددا ومجددا الدفاع أهم خط في البطولات الكبرى يمكن أن تنتقل من مرحلة إلى أخرى بواسطة الدفاع وبغياب الهجوم قلتها سابقا ولكن لا تستطيع أن تفوز بغياب الدفاع يجب أن أقول شيئا بالنسبة لإيطاليا إيطاليا فريق صعب دائما أيا يكون المنتخب أيا تكون التشكيلة أيا يكون المدرب عقليتهم ذهنيتهم عندهم ذهنية قطالية ليس مماثلا الألمان ولكن طريقة مقاربتهم المباراة طريقة صعبة يعني نرى ونتذكر كيف الإيطاليون كانوا يتقدمون واحد سفر وإذا بدك بيعلوا بالمباراة بضيعوا وقت بيلعبوا بطريقة يعني تستفز الخصم يعني فريق هذا الطبع النمط الإيطالي القديم النمط الجديد مع منشيني لعب هجومي سريع منظم استحواذ على الكرة ضغط عالي النمط يعني مغير تماما مغير تماما للنمط القديم ولكن يبقى الظهنية الإيطالية عندما يكون المنتخب الإيطالي ليس مرشحا يكون هو المرشح الأبرز مثل ما رأيناه بـ 2006 بطولة العالم مثل ما رأيناه بطولة العالم 82 أخشى أن يكون المنتخب الإيطالي الآن أقولها بكل صراحة نعم لقد رشحت فرنسا في بداية البطولة عندما رأيت الدور الأول قلت بلجيكا أفضل ممكن أن تكون الفائزة والآن مع إصابة اللاعبين الأبرز في منتخب بلجيكا أخشى أن تكون إيطاليا المرشح الأبرز لماذا تخشى يعني؟ لماذا تخشى؟ منتخب إيطاليا بإمكانه التكويش طبق عالي كلمان ما تكون توقعاته ما عم بتصيب لا أخشى أول شيء توقعاتنا ما صابت ما حدا مننا صابت توقعاته خاصة بالأحسين السود وبالمرشحين الباريزين خاصة مع سقوط فرنسا لم أرشح ألمانيا هذه اللي زبطت معي صراحة ولكن لا الكلمة خاطئة لا أخشى يعني يجب أن يفوز من يستاهل الفوز في هذه البطولة طيب هلأ سريعا ومن دون مبررات بلجيكا أو إيطاليا توقع لنشوف إذا حتزبطها المرة طيب رح أتوقع بغياب اللاعبين اللي ذكرناهم هازارد وديبروين إيطاليا علي بلجيكا إذا بحضور هذين اللاعبين أتوقع بلجيكا علي بلجيكا بلجيكا حتى بغياب ديبروين وهازارد طيب توقعت علي وسيد رائد ولكن بين بلجيكا وإيطاليا الكثير من التوقعات كلب اليورو المشهور بهذه التوقعات من توقع أن يفوز سنتابح اشتركوا في القناة